السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر السيدة الحضور على مشاركتهم معانا وتواجدهم معانا اليوم في الورشة التوعوية الخاصة بجائزة الإمارات للسيدات الدورة العشرين لعام عشرين أربعة وعشرين بمحاضرة الدكتور راسل قاسم رئيس جائزة الإمارات للسيدات ويشرفنا تواجد السيدة سميرة محمد مدير عام مجموع دبي للجودة على تواجدها معانا اليوم وترحبها للسيدة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور الدكتور راسل قاسم. شكرا لكم على تواجدكم معانا. طبعا مجموعة دبي للجودة تحت إشراف رئيسة المجموعة الفرقية للسيدات الشيخة شمة بن خالد آل انهيان رحمة الله. أطلقنا وبكل فخر ما شاء الله الدورة العشرين لجائزة الإمارات للسيدات. طبعا ما شاء الله يعني ستوالنا عشرين سنة. نطلق هاي الجائزة وهاي الدورة العشرين وحبينا طبعا نحن نعرفكم على الجائزة ونعرفكم شو المعايير اللي فيها وكيفية التقديم. إن شاء الله الدكتور راسل بيجاوب على أسئلتكم كلها في آخر السيشن. طبعا الدكتور راسل بيشرح عنها بطريقة مبسطة. بس إذا في أي أسئلة تقدرون تتسلونها على الآخر. Ladies and gentlemen, we'd like to thank you very much for joining us for the 20th cycle for the launch of the Emirates Women Award. It is under the leadership of His Highness Sheikh Hashemma bin Khalid Al-Nhayyan. DQG is proud to launch the 20th cycle of the Emirates Women Award. And we are very delighted to launch the cycle along with you and to have you all with us. Dr. Russell will go through the application process and the guidelines. if there are any questions, we will highly appreciate if you could keep it to the end of the session and we'll be more than happy to answer your questions. Dr. Russell, I'm handing over to you to start the session. Dr. Russell, if you want to speak to all of you, please. Thank you very much, Ms. Samira. Thank you, Ms. Dua. Good evening, everyone. I'm glad to be with you today in this awareness session dedicated to the Emirates Women Award. I noticed that the audience are segmented into three groups, Arabic speakers, English speakers, and bilingual. So, therefore, to be more efficient, we thought that we present the slides in English. I will be speaking in Arabic. However, whenever I add an information or mention the key information that is not included in the slide, I will be conveyed in English and Arabic too. And at the end of the session, also, you have the chance for the Q&A. So, you can raise up any question or clarification in any of the both languages. And we'll be available to answer it. مساء الخير. أهلاً وسهلاً فيكم في ورشة العمل. هذه المخصصة لجائزة الإمارات للسيدات. أشكر حضوركم. أشكر الأستاذة سميرة وأستاذة دعاء على الدعوة وعلى حسن التنظيم. كما أسلفت المجموعة الحضور اليوم أو المجموعة الحاضرة اليوم مقسمة ما بين متكلمين باللغة العربية ومتكلمين باللغة الإنجليزية وثنائية اللغة. لذلك ارتأينا أنه من الأنسب استهدافاً للكفاءة وكفاءة استخدام الموارد أنه نحن نعرض الشرائح باللغة الإنجليزية نتكلم باللغة العربية على أن أقوم بإيصال المعلومة الإضافية الغير متضمنة في الشرائح باللغتين العربية والإنجليزية وأن يكون في آخر الورشة هناك متسع من الوقت للأخوات والحاضرات لطرح الأسئلة أو الاستفسارات بأي من اللغتين العربية والإنجليزية وإن شاء الله نوفق إلى إجابتها. طبعاً نتكلم عن جائزة الإمارات للسيدات وأزعم أن الأخوات والحاضرات قسم كبير منهم على دراية بالجائزة فهي جائزة راسخة في دولة الإمارات في مجالها نحن في الدورة العشرين انطلقت الجائزة منذ واحد وعشرون عاماً وطبعاً جاءت ضمن خراك التميز والريادة المعروف في دولة الإمارات عموماً وفي إمارة دبي خصوصاً وبتوجهات طبعاً القيادة الرشيدة الشيخ أحمد بن راشد المكتوم ورعاية مباشرة ودعم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رعاية جائزة وطبعاً إدارة الجائزة بأن فيها مجلس الإدارة إلى الإدارة التنفيذية وأيضاً اللجان الفرعية طبعاً باختصار واتفقنا على أو نوينا على أن تكون وشقة العمل هذه مختصرة وموسطة قدر الإمكان بحيث نوفق إلى إيصال المعلومة المفيدة جائزة من اسمها يعني لها من اسمها نصيد فنتكلم عن جائزة الإمارات للسيدات نتكلم عن توجه هذه الجائزة إلى تكريم المتميزات في دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كنا مواطنات إماراتيات أو أخوات مقيمات في دولة الإمارات الإضاءة على إنجازاتهن المتميزة وأيضاً ما يقومن به من أعمال مبدعة ومبتكرة طبعاً الإضاءة ستكون على شخصية الفائزة أو المتميزة وأيضاً على عملها وعلى إنجازاتها وعلى أثر إنجازاتها في دولة الإمارات وعلى المجتمع الإماراتي أيضاً تهدف الجائزة إلى تقريب المسافة والربط بين الإنجازات المبتكرة والإنجازات الكبيرة التي يتم توثيقها من قبل أخوات المشاركات وبين توجهات التوجهات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن كان باتجاه التوجهات الاستراتيجية أو باتجاه المحاور ذات الأولوية إن كان الاستدامة، إن كان الحوكمة، إن كان الابتكار، إن كان الإبداع وخلاف ذلك وهذه المحاور كثيرة ونحن نعلم أن دولة الإمارات من الدول الرائدة في التنمية المجتمعية وفي التطور المجتمعي أيضاً ننتقل ليس من الحالة الفردية إلى الحالة المؤسسية فالجائزة وخصوصاً من الدورة الماضية ابتدأت بإلقاء الضوء على الإنجازات المؤسسية المتميزة في تمكير المرأة وفي ريادة المرأة والعنصر النسائي بشكل عام لذلك أيضاً من أهداف الجائزة المستجدة تشجيع المؤسسات على تمكين المرأة وعلى تبوئها المناصب التي تستحق لماذا تشاركين في جائزة الإمارات للسيدات؟ هناك مجموعة من الفوائد قد تكون مرتبة من واحد إلى خمسة أمامكم في الشريحة ولكنها ليست مرتبة حسب الأهمية فالأهمية تختلف ترتيبها من حيث الأهمية يختلف من مشاركة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى فالفائزات طبعاً سيتم إشهار إنجازاتهن وأشهارهن كأشخاص وما قمنا به من إنجازات العمل الذي أنجزناه وأثر هذا العمل على البيئة التي ينشطون بها سواء كانت مؤسسة سواء كانت جهة حكومية أو جهة خاصة سواء كانت جهة منقطاع الأعمال أو اختصاص آخر وسنرى الاختصاصات تباعة أيضاً سيتم تزويد المشاركات بتغذية راجعة هذه التغذية ستكون على أساس أو بشكل تقارير تحاول أن تضيء على نقاط القوة للمتقدمة وأيضاً على الفرص الممكنة للتحسين وهذه الفرص هي دائماً موجودة لدينا جميعاً ومن المفيد جداً لا بل من القيمة المضافة أن نعرف ما الذي يجب أن نطوره وكيف نطوره ما الذي يجب أن نطوره سيتضمن إن شاء الله في التقارير التعقبية التي ستحصلون عليها بعد المشاركة بغض النظر عن النتيجة أيضاً ابتكارات وابداعات المشاركات سيكون لها نصيب وسيتم الإضاءة عليها خلال فعاليات الجائزة في دورتها الحالية طبعاً نتكلم هنا عن ترجيع الابتكار نتكلم عن ترجيع الأعمال المتميزة للعنصر المسائي في دولة الإمارات وأيضاً فيما يتعلق بفئة المؤسسات تكريم والقاء الضوء على الممارسات المتميزة المؤسسية في هذا الإطار بالنسبة لفئات الجائزة شاهدت الجائزة خلال الدورة الماضية تغييرات جاثرية إن كان لجهة الفئات الفردية أو لجهة إضافة فئة جديدة كلياً وهي فئة المؤسسات أو الفئة المؤسسية بالنسبة للفئات الفردية تم زيادة عدد الفئات لتتناسب مع الحراك الموجود الحراك الإيجابي الموجود في دولة الإمارات وأيضاً اشتراح فئات فرعية جديدة تناسب المحاور ذات الأولوية والتي يتم تثقيلها بأوزان مناسبة خلال المرحلة الحالية أو خلال السنوات القليلة الماضية والسنوات القادمة سنأتي تباعاً على كل فئة من الفئات العشر وأيضاً على فئة المؤسسات بشيء من التفصيل إن كان من حيث المعايير أو كان من حيث متطلبات المشاركة سبب علي Linda So maybe I should convey this point in English The award has witnessed a massive improvement in the last cycle and the number of categories and sub awards has been increased to attend subcategories for individuals and one totally new category for organizations So mainly this outcome was based on research, was based on intensive feedback from different stakeholders of the award And this resulted in a new polished and fresh categories that match the priorities and match the hot topics within the UAE لنبدأ بالفئة الأولى ونتكلم هنا عن فئة القيادة المرأة أو السيدة المتميزة في فئة القيادة ما هي هذه الفئة؟ هذه الفئة باختصار تقوم بتكريم السيدات المتميزات في عملهن القيادي أو في القيام بدور قيادي سواء في مؤسساتهم أو في عملهم الخاص طبعا نحن ننظر من خلال هذه الفئة إلى المرأة التي هي نموذج يحتزى المرأة الملهمة المرأة المعروفة بقدراتها القيادية وبنجاحها كقائدة لابد طبعا للمشاركة أن يكون لديها سجل من الإنجازات في مجالها أو في عملها القيادي أي سيدة موجودة في دولة الإمارات سواء كانت من مواطنات دولة الإمارات أو مقيمة في الدولة وتطلع بدور قيادي تقوم بعمل ذو طبيعة قيادية يمكنها المشاركة المشاركة مفتوحة للقطاع العام أو للقطاع الخاص موجود والفرصة متاحة وموجودة بالنسبة للمعايير ما هي المعايير التي نعتمدها للمشاركة في هذه الفئة سواء كانت للتقديم أو للتقييم يعني عندما تقدمين أو تختاري أن تقدمي إلى فئة القيادة فلا بد أن تكون المشاركة مقسمة إلى أربع أخسام وكل القسم هو تحت عنوان أو معيار فيجب أن تكتب إنجازاتك التي تلبي متطلبات هذا العنوان أو هذا المعيار فجميع الفئات لديها أو تتضمن أربعة معايير فكل فئة من الفئات العشر وأيضا الفئة المؤسسية تتضمن أربع معايير يجب أن يتم استفاءها أثناء عملية المشاركة أو عملية التقديم وكما ذكرت هذه المعايير لها استخدام سنائي أو استخدامين الاستخدام الأول لكي تمكنك من كتابة وثيقة مشاركة مناسبة وأيضا تمكن لجان التقييم وفرق التقييم من تقييم المشاركات بشكل عادل بناء على المعلومات التي قاموا بمشاركتها هذه المعايير هي باختصار طبعا قدرة على التأثير الإيجابي على الآخرين أي المشاركة يجب أن يكون أن تثبت أن لديها القدرة على التأثير الإيجابي على الآخرين وأيضا الاستثمار في الكادر البشري المساعد لها سواء كانوا موظفين يدبعون لها أو سواء كانوا إدارات أو أقسام أو خلاف ذلك وأيضا أن تقوم بمشاركة خبراتها القيادية بشكل إيجابي مع هؤلاء الموظفين طبعا هناك معيار خاص بالتمكين ودعم الموظفين لتحقيق أهدافهم سواء أهدافهم المؤسسية أهداف العمل أو أهدافهم الشخصية التي تساعدهم على التطور الشخصي بالإضافة إلى التطور المهني أيضا هناك معيار ثالث يتكلم عن النتائج الشخصية التي قمت بتحقيقها كقائد في منصبك القيادي أو في منصبك الإدارة والطبيعة القيادية ما هي الإنجازات التي قمت بتحقيقها كقائد وأيضا لا بد أن تكون موثقة ولا بد أن تكون ذات أثر إيجابي محقق أيضا نتكلم عن القدرات والسمات القيادية والملكات التي تتسمين بها لجهة القيادة كيف تقومين بتطوير نفسك كيف تطويرين مهاراتك القيادية كيف تتعلمين ما هي فعالية اكتساب المعارف التي تصل إليك وكيف توظفينها بشكل إيجابي وبشكل صحيح أيضا كيف تحقق التوازن بين حياتك العملية وحياتك الشخصية فهذه الأربع معايير الرئيسية التي ننظر لها في فئة القيادة إذا لم تتعلم أن تكون موثقة أولادية قدرة So the first category is the leadership category Here we are looking for a role model leaders Women leaders They are living in UAE They have a residence visa in UAE Or they are UAE nationals They will apply based on four criteria And the assessment will be also on the same four criteria all the categories has four criteria you should look at when you apply and the assessment teams will look at it when they do the assessment so we are going to briefly explain each of those four criteria one by one and actually it's simple and straightforward and we make sure when we develop the criteria it satisfies two conditions it's simple and it's flexible it's simple because we want you to suffer in preparing the application document and it's flexible so we want to make sure that all your achievements all your outcome all your output there is a place for it or there is a room for it into the application document so you will see the criteria is straightforward however if you still need any extra information we are ready to explain it there is no okay 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 go okay okay let's go okay okay you must go okay 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 ولكن يكفي أن تكون من المهنيات ماذا نقصد بالمهنيات؟ المهنيات طبعاً من العنوان هم صاحبات المهن نتكلم عن المهندسات، نتكلم عن الطبيبات، نتكلم عن المعلمات، نتكلم عن المحاميات فأي أخد صاحبة مهنة يمكنها أن تشارك في هذه الفئة في فئات المهنيات طيب ما هي الشروط المطلوبة لكي تشاركي في هذه الفئة الفرعية؟ طبعاً في هذه الفئة بالذات يكفي أن يكون لديك خبرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في المهنة التي تشاركين بها وطبعاً يجب أن تكون من مقيمات أو من مواطنات دولة الإمارات وأن يكون مقر عملكي في دولة الإمارات العربية المتحدة وهنا يطرح سؤال ماذا لو كنت أعمل في شركة دولية لها فروع في أكثر من دولة؟ فيجب أن يكون هناك فرع مرخص في داخل دولة الإمارات لهذه الشركة أو لهذه المؤسسة وفي هذه الحالة يمكنك المشاركة سواء كان مقر رئيسي أو كان فرع مرخص في دولة الإمارات فالشرط المتمايز هنا أن يكون لديك أكثر من ثلاث سنوات خبرة في مجال المهنة والعامل بالنسبة للمعايير كما ذكرت هناك أيضاً أربعة معايير المعايير الأول لا بد أن يكون لديك مشاركة فاعلة ومتميزة ورائدة في المهنة الخاصة بك فنحن نتطلع إلى مهنيات متميزات أيضاً لا بد أن تثبت أن العمل التي تقوم به أو المهنة التي تزاولينها هي مهنة ناجحة فإن كنت في مؤسسة أو في مجال ربحي لا بد أن تثبت أنها أنك تقومين بمهنة ناجحة وتحقق نتائج إيجابية فالنتائج الإيجابية ليس بالضرورة أن تكون نتائج مالية قد تكون نتائج مالية أو قد تكون نتائج غير مالية أيضاً لا بد أن يكون لديك مشاركة فاعلة في المجتمع هناك بعد مجتمعي في جميع الفئات الفرعية فنحن نتوخى المشاركة المجتمعية الإيجابية للمتقدمة في معظم الفئات وسنراها تباعاً فهنا في هذه الفئة هناك معيار واضح يتكلم عن المشاركة الإيجابية في العمل المجتمعي أيضاً لا بد أن تكون مصدر إلهام في المهنة التي تزاولينها ولا بد أن تكون مثالاً يحتزى يشار له بالبنان عندما نتكلم عن هذه المهنة ونتكلم عن السيدات المتميزات في القطاع المهني أو في مجموعة المهنية الفئة الثالثة هي فئة الموظفة المتميزة طبعاً أيضاً من العنوان واضح أن المقصود هنا الموظفات لا بد أن تكون موظفاً بدوام كامل على رأس عملك سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص يمكنك التقدم طبعاً يجب أن في هذه الفئة بالذات فئة الموظفة المتميزة يجب أن تكون أن تعملين بدوام كامل في مؤسسة حكومية شبه حكومية أو خاصة هذا أمر مقبول وأن يكون لديك عشر سنوات أو أكثر من الخبرة العملية النقطة هنا عشر سنوات هل هي مطلوبة أن تكون في مؤسسة واحدة أو في عدة مؤسسات نحن نتكلم عن إجمال عدد سنوات الخبرة فهذه العشر سنوات يمكن أن تكون في مؤسسة واحدة ومن الممكن أن تكون في عدة مؤسسات أيضاً هناك الشرطين الثابتين مواطنة من مواطنات دولة الإمارات أو مقيمة في الدولة وأيضاً مكان عملك داخل الدولة ما هي الأربع معايير التي نعتمدها في هذه الفئة؟ طبعاً لابد من إثبات الأداء الإيجابي والإنجازات الواضحة الإنجازات المهنية الواضحة في مجال العمل أو في مجال الوظيفي لابد من إثبات القدرة المستمرة والمستدامة على التطوير الشخصي طبعاً تطوير المهارات، تطوير القدرات وأنواع مختلفة من المهارات هذا تعتمد على المشاركة، تعتمد على طبيعة العمل ونوعية الوظيفة التي تقوم بها أيضاً يجب أن تثبت قدرة أو مساهمة إيجابية في تحقيق إنجازات الجهة التي تعملين بها وهنا طبعاً هذا يعتمد على طبيعة الجهة التي تعملين بها إذا كنت تعملي في مؤسسة كبيرة فمن الممكن أن تربطي إنجازاتك بإنجازات القسم أو إنجازات الإدارة أو إنجازات القطاع أو الفرع الذي تعملين به وأن كنت في مؤسسة صغيرة فنفضل أن يكون هذا التأثير على مستوى المؤسسة وأيضاً لابد من الاندماج الإيجابي المجتمعي وإثبات القدرة على المشاركة الإيجابية في المجتمع فبالنسبة لهذه الفئة الموظفة المتميزة هناك أيضاً أربع معايير التي ذكرناها للتو الشرط الرئيسي أن تكون موظفة بدوام كامل وأن يكون لديك عشر سنوات أو أكثر من الخبرة العملية الفئة التالية المرتبطة بالفئة السابقة هي فئة الموظفة المتميزة الشابة ينطبق عليها ذات المعايير الأربع معايير ولكن الاختلاف هنا في الشروط هناك شرط عمري يجب أن يكون العمر وقت التقديم أثناء التقديم أقل من ثلاثون عاماً ويجب أن تكوني بدوام كامل ولكن لا يوجد شرط الخبرة فممكن أن تكوني خبرة سنة خمس سنوات ست سنوات وما إلا ذلك فالشرط هنا هو شرط العمر ربما أجد أن أتكلم هذا سنوات في سنوات لفئة المستقديم تكوني قدم من 10 عاماً ليس لذلك في الأولى يمكن أن تكون من أجل نحوال من مهتم وفئة سنوات but the total number of years of experience should be 10 years while in the young employee category there is no an experience condition so only you need to be less than 30 years old when you apply to the award فئة ريادة الأعمال طبعا هنا تكلم عن رائدات الأعمال التي قمنا بإنشاء مشاريع خاصة بهن سواء كانت شركات ناشئة أو مشاريع صغيرة أو متوسطة وطبعا نحن نتكلم هنا عن رائدات الأعمال فنتكلم عن سلوك وطريقة مختلفة في إدارة العمل وفي تحقيق الإنجاز أيضا هناك شروط خاصة بهذه الفئة الشرط الأول لابد أن تكون المتقدمة لديها أكثر من 35 عاما أثناء التقديم طبعا يجب أن يكون لديها مشروعها الخاص بها المرخص لكن يجب أن لا يتجاوز عمر المنشأة خمس سنوات منذ تاريخ التأسيس لماذا هذا الشرط لكي نفرق بين هذه الفئة وفئة قادمة لاحقا هي فئة سيدات الأعمال فنحن نتكلم هنا عن رائدات الأعمال وفي مفهوم أو في عالم ريادة الأعمال نتكلم عن مؤسسات ناشئة نتكلم عن مشاريع ناشئة نتكلم عن مؤسسات صغيرة فهنا وضع نشط الخمس سنوات فإجمال عمر المؤسسة الخاصة بك أو المشروع يجب أن يكون أقل من خمس سنوات ما هي المعايير هناك كما ذكرنا أربع معايير نتكلم هنا عن الابتكار بما أن نتكلم عن ريادة الأعمال نتكلم عن الإبداع والابتكار في أداء العمل ونتكلم أيضا عن المنتجات أو الخدمات ذات القيمة المضافة قد يكون التمييز أو الابتكار لديك في الخدمات التي تقدمينها أو في السلع أو المنتجات التي تنتجينها أو حتى في طرق أداء العمل في كيفية التقديم، كيفية التوصيل، كيفية إنجاز الخدمة وخلال ذلك فعامل الإبداع والاتكار مهم في هذه الفئة وهو معيار الأول ومعيار الرئيسي أيضاً نتكلم عن الإنجاز، نتكلم عن الإنجازات التي قمت بتحقيقها قد تكون إنجازات مالية وهنا سنتكلم أو يجب أن تثبت لنا إيجابية الميزانية المالية إن كان من حيث الربح، إن كان من حيث المبيعات، إن كان من حيث ضغط النفقات وخلال ذلك وإن كانت مؤسسة غير ربحية في حالات خاصة فهنا يجب أن تثبت الأثر الإيجابي لهذا المشروع حول هذه الشركة الناشية طبعاً هون نتكلم عن طبيعة أو سمات ريادة الأعمال التي تتمتعين بها أو التي تتمتع بها المشاركة نعرف أن رواد الأعمال لديهم عوامل نجاح مختلفة عن الموظفة العادية يجب أن يكونوا لديهم مرونة عالية، لديهم قدرة على التعامل ورد الفعل السريع قدرة على تقبل المخاطر، على أخذ المخاطر المحسوبة فهذه الأمور مهمة أن تذكريها أو تركز عليها في وثيقة المشاركة وأيضاً نتكلم عن المشاركة المجتمعية أو الأثر المجتمعي لابد أن يكون لديك مشاركات مجتمعية إيجابية هذه المشاركات قد تكون مشاركات مباشرة هناك أمثلة كثيرة، الأعمال التطوعية والأعمال الخيلية وقد يكون هناك مشاركات غير مباشرة مثلاً استحداث وظائف جديدة على سبيل المثال أو غير ذلك فهذه هي المعايير الأربعة المطلوبة في هذه الفئة أيضاً كما جرت المنهجية في الفئة السابقة الموظفة المتميزة والموظفة الشابة المتميزة لدينا أيضاً في فئة رائدات الأعمال فئة رائدة الأعمال المتميزة وفئة رائدة الأعمال الشابة المتميزة أيضاً الفئتين يتشاركان بذات المعايير ذات الأربع معايير تنطبق على الفئتين ولكن الاختلاف هنا في شروط المشاركة شروط المشاركة الخاصة بهذه الفئة هي العمر، يجب أن يكون ما بين 18 عاماً و35 عاماً وأيضاً يجب أن تكون المتقدمة صاحبة مشروع أو شركة ناشئة بمدة إجمالية لا تتجاوز خمس سنوات الفئة التالية هي فئة سيدات الأعمال سيدات الأعمال طبعاً هنا نتكلم عن صاحبات الأعمال والمشاريع لا نتكلم عن الشركات الناشئة الصغيرة والمشاريع الحديثة العهد هنا نتكلم عن مؤسسات الراسخة التي موجودة في السوق وتعمل بأكثر من خمس سنوات طبعاً هنا نتكلم عن سيدات الأعمال الذين يثبتون موجودية، يثبتون نجاحاً في قطاع الأعمال لديهم إنجازات واضحة، إنجازات راسخة وأيضاً قادرين على أثبات نجاحهم في تطوير أعمالهم وفي التوسع الإيجابي في الأعمال التي يشوفون عليها أو التي يملكونها وأيضاً الأثر الإيجابي على المجتمع لما يقومون به من عمله فإذا المشاركة يجب أن تكون لديها مؤسسة وعمرها الإجمالي أكثر من خمس سنوات وليس أقل من خمس سنوات وأيضاً هناك الشروط الثابتة أن تكون من مواطنات الدولة أو المقيمات في الدولة وأن يكون مقرر العمل داخل دولة الإمارات ما هي الأربع معايير الرئيسية التي ننظر لها في هذه الفئة؟ طبعاً أيضاً نتكلم هنا عن المدى الإبتكارية في الخدمات أو في المنتجات التي تقدمها هذه المؤسسة أو هذا المشروع أيضاً كيفية أداء العمل أو منهجيات أداء العمل كيفية تسخير واستخدام التكنولوجيا القدرة على استخدام التقانات الحديثة وغيرها فكل هذه العوامل يتم النظر لها في المعيار الأول للمشاركة أيضاً المعيار الثاني مدى نجاح هذا العمل في السوق سواء كان ربحي أو غير ربحي القدرة على الاستمرار أكثر من خمس سنوات هل هو مربح؟ هل هو قادر على تغطية جميع المصاريف أم لا؟ فالوضع المادي في أغلب المؤسسات الربحية كيف هو؟ والوضع غير المادي في المؤسسات في حالات خاصة عندما تكون المؤسسة غير ربحية أيضاً هناك معيار في هذه الفئة بالزاد ينظر على القدرة على التفكير بطريقة استراتيجية التفكير بعيد المدى القدرة على استشراف المستقبل بالنسبة لسيدة الأعمال صاحبة المشروع القدرة على القراءة الصحيحة للأسواق القراءة الصحيحة للتوجهات في القطاع الذي تنشط به وإثبات القدرة على النجاح والتعامل مع هذه المتغيرات بشكل صحيح أما المعيار الرابع فنتكلم مدى التزام المتقدمة بتحقيق أثر مجتمعي إيجابي سواء كان بشكل مباشر بشكل شخصي أو من خلال المشروع الذي تمتلكه أو الذي تديره فهذا باختصار الأربع معامل في فئة سيدات الأعمال So maybe I should add in English in this category So here we are looking for business women who own an establishment with more than five years of activities So the trade license should be for a minimum of five years And this is to differentiate this category Comparing to the previous two categories When we are talking about the entrepreneurships Or the entrepreneur So here it's key to have a business To own a business for more than five years within the UAE جائزة العمل المجتمعي أو السيدة المتميزة في العمل المجتمعي كما لحظتم هناك أبعاد مجتمعية في مقظم فئات الجائزة العشر الفردية وأيضا الفئة المؤسسية ولكن لأهمية هذا الموضوع أو هذا المعيار تم إفراد فئة خاصة بالعمل المجتمعي ولكن هذه الفئة ذات خصوصية فلا يمكن لأي أخت المشاركة في هذه الفئة بمجرد أن لديها بعض الأنشطة المجتمعية أو المشاركات المجتمعية وإنما هذه الفئة مخصصة للسيدات التي يمتلكنا أو يدرنا مؤسسات مجتمعية أو ذات نفع مجتمعي بمعنى لا بد المتقدمة أن تقوم بالإدارة المباشرة للمؤسسة ذات النفع المجتمعي أو المؤسسة المجتمعية أو أن تمتلك هذه المؤسسة فيجب أن تكون منخلطة بشكل كامل في العمل المجتمعي وليس عمل المجتمعي المباشر ولكن أيضاً الإشرافي طبعاً الشروط ثابتة ما زالت موجودة شرطي المواطنة أو الإقامة وإدارة أو امتلاك مؤسسة ذات نفع مجتمعي وإذا كانت تمتلك هذه المؤسسة لابد أن تكون قائمة عليها أي أن تديرها بشكل مباشر فلا يكفي امتلاك مؤسسة ذات نفع مجتمعي ولكن لابد أن تكون مقرطة في إدارة هذه المؤسسة الأربع معايير المرتبطة بهذه الفئة الأثر الإيجابي المجتمعي الذي تحققه السيدة المشاركة من خلال المؤسسة التي تمتلكها أو تديرها وهذا الأثر قد يكون على الأفراد أو قد يكون على المجتمع بشكل عام أيضاً نتكلم عن اشتراح حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية نحن نعرف أن هناك ممارسات تقليدية في العمل المجتمعي ولكن أيضاً هذا المجال المفتوح لابتكارات مختلفة فقدرت السيدة المشاركة على الإتيان بحلول ابتكارية للتحديات المجتمعية وتطبيق هذه الحلول بنجاح فهذا يعتبر من نقاط القوة التي تعظم أو تزيد من حظوظها في الفوز طبعاً يجب أن يكون لها دور قيادي يجب أن يكون لها دور مسؤول يجب أن يكون لها دور رشادي فيما يتعلق بالعمل المجتمعي وطبعاً يجب أن تنقل المعرفة بشكل إيجابي إن كان من خلال التوجيه إن كان من خلال التدريب إن كان من خلال التبرع في أنشطة تعليم جماعي أو تدريس وغير ذلك فلابد أن تقوم بمشاركة الخبرات ومشاركة المعرفة في العمل المجتمعي بالطريقة التي تراها مناسبة والتي تتناسب مع المشروع الذي تشف عليه الفئة ما قبل الأخيرة هي فئة الابتكار أو السيدة المتميزة في مجال الابتكار طبعاً تكلمنا لو لاحظتوا نحن ذكرنا موضوع الابتكار أكثر من مرة ولكن أيضاً لأهمية هذا الموضوع لأهمية هذا المحور تم إفراد فئة خاصة به فبالتالي هناك فئة مخصصة للسيدات المبتكرات وهنا نتكلم عن أي سيدة لديها عمل قامت بإنجازات ابتكارية واضحة ومحددة وذات أسر إيجابي طبعاً هنا لا يوجد شرط أن تكون موظفة أو غير موظفة يمكن أن تكون موظفة يمكن أن تكون صاحبة منشأة أو صاحبة عمل يمكن أن تكون مستقلة ممكن أن تكون موظفة في جهة حكومية أو موظفة في جهة خاصة فأي سيدة لديها مخرجات ابتكارية واضحة ومحددة وذات أثر إيجابي مطبقة بشكل صحيح يمكنها أن تشارك في هذه الفئة الأربع معايير التي نتوخها في هذه الفئة من المشاركة طبعاً أن تكون قد قامت بتطوير حلول ابتكارية ذات أثر إيجابي تم تنفيذها بنجاح وحققت أثر إيجابي بمعنى أن ما الذي قمت بإنجازه الإجابة في مجال الابتكار ما الذي قمت بإنجازه فهنا يجب أن تجيبي على هذا السؤال أو تستوفي هذا المعيار المعيار الثاني يتعلق بكيف ذكرت لنا ما الذي قمت بإنجازه ولكن كيف قمت بإنجاز هذه الابتكارات فهنا نتكلم عن التحديات التي واجهتك واجهتك كيف قمت بالتغلب عليها ما هي المبادرات التي قمت بها لتحدي الوضع الراهن ولتطبيق الأنشطة الابتكارية الخاصة بك كيف تعلمت من الفشل هل واجهت الفشل حالة عدم نجاح وكيف قمت بالتعامل معها ما هي الحلول التي اعتمدت عليها للوصول إلى هدفك الابتكاري أيضا نتكلم عن فعالية العمل الابتكاري فإذا كنا نتكلم عن قطاع ربحي فنتكلم عن الفائدة الربحية أو المادية المحققة من هذه الابتكارات وإذا كنا نتكلم عن وسط غير ربحي نتكلم عن الأثر الإيجابي وما حققته هذه الابتكارات نتكلم عن الفعالية نتكلم عن مستوى الابتكار نوع هذا الابتكار ونحن نعرف أنه يوجد عدة أنواع ومستويات الابتكار وأيضاً مدى القدرة على تكرار هذا الابتكار استنساخه أو تعميمه على نطاق أكبر في مؤسسات أخرى أو في جهات أخرى فهذه كلها من المتطلبات المعيار الثالث الذي يجب أن تجيب عليه أثناء تجهيز وثيقة المشاركة أما المعيار الأخير فهو المساهمة المجتمعية هنا نتكلم كما ذكرت يوجد فئة خاصة للعمل المجتمعي للمشرفات ومالكات مؤسسات ذات نفع مجتمعي ولكن أيضاً في فئة الابتكار السيدة المبتكرة نتوقع أن يكون لديها مشاركات اجتماعية إيجابية آخر فئة الفئة العاشرة في مجموعة الفئات الفردية وهي أيضاً من الفئات الجديدة المستحدثة فئة الثقافة والفنون هنا نتكلم عن أي سيدة متميزة في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة ونحن نعرف أنه يوجد مجالات مختلفة وواسعة للثقافة والفنون فقد يكون الإنجاز يتعلق بالعلوم الاجتماعية مثلاً على سبيل المثال وهنا أيضاً المجال الواسع نتكلم عن إنجازات في مجالات اللغة في مجالات التاريخ في مجالات الفلسفة وخلال ذلك قد يكون في المجال الأدب في المجال الأدبي نحن نتكلم عن الشعر نتكلم عن نسر نتكلم عن الكتابة نتكلم عن التأليف بأشكاله المختلفة أو نتكلم أيضاً عن الفنون الجميلة لتضمن هذا الفنون الجميلة جميع أنواع الفنون ممكن أن تندرج تحت هذه الفئة وقد ذكرنا بعض الأمثلة كما هو أمامكم في الشريحة قد يكون الرسم قد يكون النحك قد يكون التصوير أو خلال ذلك فأي نشاط ذو طبيعة فنياً ذو طبيعة ثقافية يمكن للسيدة أن تشارك به طبعاً شروط المشاركة يجب أن تعملين في المجال الذي تشاركين فيه فإذا كنت مثلاً في مجال الرسم أكيد بطبيعة الحال يجب أن تكون رساماً ليس بالضرورة أن تكون متفرغة للرسم ولكن لديك إنجازات في هذا المجال كنت ملحنة نفس الشيء كنت عازفة نفس الشيء كنت شاعرة يجب أن يكون لديك قصائد ودواوين منشور وهكذا ولكن ليس بالضرورة أن تكون متفرغة فقط لهذا العمل الفني أو الثقافي وبطبيعة الحال إذا كنت متفرغة فهذا أجدى وأوقع الشروط الثابتة كما هي فيما يتعلق بالمعايير لا بد أن تثبت مستوى عالي من النضج في مجال الثقافي أو المجال الفني الذي تنشطين به فأن يكون لديك إنجازات صلبة وواضحة وموثقة في هذا المجال يجب للإنجازات التي تقومين بتحقيقها أن تساهم في تعزيز القيم المجتمعية وثقافة دولة الإمارات والبيئة في دولة الإمارات فبالتالي هذا النسيج المجتمعي هذه الثقافة المجتمعية يجب أن تكون مرتبطة إيجابا بما تقومون به من إنجازات فنية أو إنجازات ثقافية ويعود لك الأمر طبعا هنا يوجد مرونة يعود لك الأمر في كيفية الربط بين إنجازاتك الثقافية أو الفنية وبين تعزيز القيم المعمولة بها والقيم المتوخات في دولة الإمارات طبعا يجب أن يكون لديك قدرة على التأثير أو يجب أن يكون لديك أدلة موثقة على إحقيق أثر إيجابي في المجتمع طبعا هنا نتكلم من خلال الابتكارات التي تقدمينها من خلال شخصيتك الثقافية أو الفنية الطليعية أو الريادية وأيضا نتكلم عن قد تكون رؤية طموحة أو رؤية غير اعتيادية للمجال الذي تنشطن به رابع معيار يجب أن تكون قدوة يعني من المهم أن تكون المشاركة في هذه الفئة فئة الثقافة والفنون قدوة للآخرين وأن تكون ملهمة ولديك قابلية التأثير الإيجابي على الآخرين فهذه هي الأربع معايير الرئيسية الخاصة بهذه الفئة وهي الفئة الأخيرة في مجموعة الفئات الفردية سنتكلم الآن عن الفئة المؤسسية يوجد عشر فئات أو عشر روائز فرعية للسيدات الأفراد وكما ذكرنا في مستهل الورشة هناك فئة مؤسسية فئة خاصة بالمؤسسات هي فئة واحدة لا يوجد فئات فرعية في هذا الجانب فئة واحدة خاصة بالمؤسسات هذه الفئة مخصصة لتكريم وقاء الضوء على المؤسسات المتميزة بتمكين المرأة أو تمكين العنصر النسائي لديها طبعا قد يكون ذلك بعدة اتجاهات قد يكون من خلال التمكين الوظيفي قد يكون من خلال إنتاحة الفرص قد يكون من خلال المساواة بين الجنسين قد يكون من خلال العدالة في توزيع الموارد والمنافع وأيضا قد يكون في الأثر المجتمعي الإيجابي على القطاع النسائي أو مدى مساهمة الجهة في تحقيق أثر إيجابي على مجتمع السيدات في الدولة أي مؤسسة سواء كانت مؤسسة حكومية مؤسسة قطاع خاص صغيرة توسطة أو كبيرة لا يمكن أن تشارك ولكن يجب أن تكون موجودة في دولة الإمارات ومسجلة قانونا في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك أربع معايير لابد أن تستوفيها المؤسسة للمشاركة وطبعا هناك اختلاف إلى حد ما ما بين هذه الفئة فئة المؤسسات وفئة الأفراد في فئة المؤسسات هناك صحيح أربع معايير كما في فئة الأفراد ولكن كل معيار يوجد به مجموعة من المتطلبات وأيضا يوجد به نتائج بمعنى يجب أن يكون هناك مقاييس ونتائج تقدمها الجهة تدعم ما حققته من أعمال أو من إنجازات So maybe it's important to convey this point in English too In the organizational category, we have one category, one award and this category actually targets excellent organizations and empowering women and there is a little bit difference between the way how you apply as an individual to any of the individual categories and how you apply as an organization So in this category, we expect the excellent organization to provide us with the way of work, how they do things whether it's enablers, whether it's competencies, whether it's processes, policies, whatever how they are doing the work and also to provide a set of results in each of the four criteria in criterion 1, criterion 2, criterion 3 and criterion 4 So the results should have the KPI shapes and should have targets and should have trends and the standard way of presenting the results What is the first thing about the KPI? المعيار الأول لو تكلمنا عن المعيار الأول هنا نتكلم عن القيادة نتكلم عن مدى التزام القيادة قيادة المؤسسة ومرونتها اتجاه الموظفات الموجودات فيها هنا نتكلم عن التزام القيادة بدعم العنصر النسائي بدعم تمكين العنصر النسائي وتطويره سواء كان من خلال استراتيجية الجهة أو من خلال إدارة العمل اليومي هنا لابد أن تثبت المؤسسة بالأدلة وبالنتائج أن القيادة ملتزمة في تطوير بيئة عمل مناسبة تمكن المرأة وتتسم بالمرونة وأيضا بإشراك السيدات بشكل مناسب بما يحقق بما يحقق بما يحقق تمكينهن داخل المؤسسة وأيضا الموازنة بين حياتهم الشخصية وحياتهم العملية ما هي النتائج التي نتوقعها في هذا المعيار؟ هذه النتائج للعلم هي أمثلة وليست قائمة حصرية فهي أمثلة ولجهة أن توفر نتائج مختلفة فمثلا نتكلم عن نسبة السيدات في مناصب قيادية داخل الجهة نتكلم عن ما يثبت سواد بين الجنسين نتكلم عن المنافع التي تقدم للسيدات داخل المؤسسة إن كان إجازات الوضع، إن كان العمل عن بعض إن كان توفير رعاية للأطفال وخلاب ذلك ربما يجب أن يكون مهمة أيضا أن تتكلم عن هذا المؤسسة في الإنغلاق أنه عندما نضع أمثل المعيارات للمعيارات المعيارات لذلك نقوم بأمثل المعيارات لذلك لا يوجد أمثل المعيارات لا يوجد أمثل المعيارات لذلك المعيارات يمكن أن تأخذ أمثل المعيارات أو المعيارات لكن يجب أن يكون مهمة للمعيارات المعيارات المعيار الثاني في فئة المؤسسات طبعا هو الالتزام بالمساواة بين الجنسين ونحن نعلم أن لدولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا خلال السنوات القليل الماضية باع كبير واندفاع ملحوظ باتجاه المساواة بين الجنسين إن كان من خلال المجالس التي تشرف على هذا الموضوع أو من خلال السياسات التي تم تفعيلها داخل المؤسسات الحكومية وتشجيع ذلك داخل القطاع الخاص طبعا المؤسسة يجب أن توفر فرص للسيدات العاملات لديها للتطوير وتحسين أماكنهن الوظيفية وأيضا نتكلم هنا عن وضع أولوية وضع تطوير النساء الأولوية داخل المؤسسة وأيضا خلق الفرص لهن لاستلام مناصب قيادية وليكن سفراء للتغيير وسفراء للتأثير الإيجابي مجموعة أيضا ذكرنا مجموعة من المؤشرات أو النتائج نتكلم عن ترقيات نسبة النساء التي استلمنا ترقيات من إجمال المرقين نتكلم عن برامج تطوير الوظيفة للنساء تخلجها نتكلم عن نسبة المشاركات في الدورات التدريبية المشاركات في برامج التطوير المهني وأيضا برامج التوجيه وخلاف ذلك نتكلم عن السيدات التي يتسلقنا السلام الوظيفي داخل المؤسسة مقارنة بالذكور الإناس والذكور مقارنة ما بينهما نتكلم أيضا عن الاستبقاء الوظيفي بمعنى أنه عدد مثلا السيدات التي يعملن في مؤسسة لفترات طويلة أو توسطة أو قصيرة ونظر إلى هذه النسب والأعداد ومقارنةها أيضا بالذكور فهذا باختصال ما ينص عليه المعيار الثاني بالنسبة للمعيار الثالث هنا نتكلم عن تطوير العنصر النساء داخل المؤسسة وهنا نتكلم عن بناء ثقافة مؤسسية داخل المؤسسة يعني على الجهة المشاركة أن تثبت أن لديها فعلا ثقافة مؤسسية تشجع على المساواة وتشجع على التنوع والاغتلاف إن كان من حيث الجنس أو من حيث الخلفيات الثقافية أو غير ذلك طبعا هنا يتجسد هذا المعيار في عدة ممارسات يتجسد مثلا في الفرص المتساوية يتمثل في المساواة في الرواتب في المنافع الخاصة بالوظائف وأيضا يتطلق إلى بيئة العمل يجب أن تكون هذه البيئة العمل تراعي النساء كما تراعي الذكور وتراعي خصوصية العنصر النسائي داخل المؤسسة وأيضا ما يتطلب المساواة أن يكون إلى المستوى المتوقع من المساواة من المعايير من النتائج التي يمكن أن ننظر إليها أو نشاركها في هذا المعيار مثلا نسبة الإناس إلى الزكور في كل مستوى وظيفي داخل الجهة على سبيل المساواة إذا كان هناك اختلاف في الرواتب في سلم والرواتب ما بين الزكور والإناس في المناصب المتشابهة مثلا شكاوى موضوع الشكاوى إذا كان هناك أي شكاوى خاصة بالتمييز ضد النساء أيضا يمكن النظر لها أو أن يكون هناك مؤشرات أخرى آخر معيار في فئة المؤسسات نتكلم عن الأثر المجتمعي للمؤسسة وهنا لا نتكلم عن أثر المجتمعي لفرد أو لسيدة نتكلم عن الأثر المجتمعي للمؤسسة ككل المشاركة في هذه الفئة فئة المؤسسات المتميزة في تمكين المرأة فهنا قد يمكن أن ننظر على مستويين المستوى الأول مشاركة المؤسسة خارجيا في أنشطة ومبادرات وبرامج لتمكين المرأة في المجتمع وأيضا داخليا من خلال توفير الدعم والظروف المؤاتية لموظفين ذكورا وإنها سنداخل الجهة للمشاركة في أنشطة تدعم وتمكن للمرأة داخل المؤسسة وخارجها فهنا ننظر بمنظورين ولكن تحت عنوان واحد هو المشاركة أو الأثر المجتمعي الإيجابي الذي تحدثه الجهة في المجتمع وأيضا ذكرنا مجموعة من الأمثلة وأشدد على أنها أمثلة مقدار انغماس المؤسسة في تمكين المرأة أو المبادرات الخاصة بتمكين المرأة في المجتمع نتكلم مثلا عن الميزانيات التي وجدت أو الموارد التي تم تخصيصها لتمكين المرأة وبرامج تمكين المرأة نتكلم عن الشراكات مع المؤسسات المحلية أو حتى مع المؤسسات العالمية بهدف تمكين المرأة نتكلم عن النساء التي تأثرنا إجاباً بأنشطة المؤسسة فيما يتعلق بهذا المجال ممكن نتكلم عن ساعات التطوع التي تم تحقيقها داخل المؤسسة في مجالات في مبادرات مرتبطة بعمل المرأة أو بوضع المرأة وتحسين وضع المرأة في المجتمع فهذا باختصار ما هو مطلوب من المؤسسة لتشارك في فئة المؤسسة المتميزة في تنكين المرأة أربع معايير يتم ذكر ما تقوم به المؤسسة وذكر نتائج أرقام، إحصائيات، مؤشرات، أداء، مقاييس أداء لدعم ما ذكرته المؤسسة من المعلومات سأمر سريعاً على آلية المشاركة أو خطوات المشاركة من المهم أن نذكر أن الموقع الجائزة حالياً هو موجود تحت الموقع الرئيسي لمجموعة دبي للجودة والرابط موجود في الشريحة وأيضاً ما زال الموقع السابق، العنوان السابق للأخوات التي شاركنا سابقاً نشر فبالتالي إذا أدخلتوا EWA.ae ستذهبون إلى الموقع الجديد الخاص بالجائزة والذي ينضوي تحت مظلة دبي للجودة موقع دبي للجودة، موقع الإلكتروني الخاص بمؤسس دبي للجودة، مجموعة دبي للجودة طبعاً في جائزة الإمارات السيدات سترون الفئات كلها مدرجة وكل فئة شروط المشاركة وأيضاً المعايير تختارون الفئة التي ترونها مناسبة، فستكون قادرين على تحميل ملف المشاركة ملف المشاركة موجود بصيغة Powerpoint، يجب أن تقوموا بملء المعايير المطلوبة حسب الفئة التي قمتم باختيارها هناك رسوم، يجب دفع الرسوم، ومن ثم تقديم الوثيقة بعد أن تكونوا قد أضفتم إليها المعلومات والوثائق المطلوبة هناك بعض الوثائق الشخصية المطلوبة وهي بشكل عام صورة الجواز وصورة الإقامة بالنسبة للسيدات غير المواطنات وأيضاً صورة اللقصة التجارية في الحالات التي ينطبق عليها هذا وسترون داخل نموذج المشاركة مكان مخصص أو مساحة مخصصة لإرفاق اللقصة التجارية إذا كانت هذه الفئة تطلب ذلك طبعاً هناك كما ذكرنا فئتين رئيسيتين جميع الفئات الفردية تتم المشاركة بإسم السيدة صاحبة المشاركة فأي سيدة ستشارك بأي من الفئات العشر الفردية ستضع اسمها وعنوان الاتصال الخاص بها والمعلومات الخاصة بها فهي ستكون مسؤولة عن مشاركتها فيما يتعلق بالمؤسسات سيكون هناك اسم المؤسسة فالتقديم يتم خلال اسم المؤسسة ويمكن أن يكون هناك جهة اتصال طبعاً للتواصل معها بالنسبة لتعبئة النموذج هناك عدد أقصى من الكلمات لكل معيار في الفئات الفردية 300 كلمة لكل معيار في الفئة المؤسسية 500 كلمة لكل معيار وأيضاً هناك مساحة لإرفاق الأدلة فالمرفقات محددة أيضاً بأربع مرفقات كحد أقصى في الفئات الفردية لكل معيار وتمن مرفقات كحد أقصى في كل معيار من المعايير الأربعة لفئة المؤسسات طبعا في بعض الأحيان لا يمكن إرفاق الملف مثلا ملف فيديو أو ملف حجمه كبير في هذه الحالة ممكن أن ترفقوا رابط الملف رابط الفيديو أو رابط الوثيقة أو رابط الدليل الذي تريدون مشاركته وبالمناسبة أربع إرفاقات هو عدد كبير لأنه ممكن أن تستغل المساحة لكل مرفق بأن تضع كم كبير من المعلومات ولكن رجاء هنا أن كل المعلومات التي ترفقونها لابد أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بما قلتم بكتابته وبالمعايير لكي لا يتم تشتيت لجان التقييم وبالتالي تكون قد بزلت وجهد ووقت بدون عائد يجب أن نكون مقتصرين ودقيقين في اختیارات المرفقات maybe it's important also to highlight this point in English when you apply for any of the categories it's really crucial and important to select only the crucial evidences the strong evidences that's related directly to the information you mentioned under each of the criteria So please don't overwhelm your application with many With many attachments and with many evidences Because that will not count unless it's strongly or coherently Linked to the information you mentioned in each of the criteria طبعا التقديم هو الكتروني فهناك إمكانية للتسجيل بدون تقديم بعد التسجيل يمكنكم تحميل الملف نموذج وتعبئتهم ثم تقديم النموذج أو التقديم مستسجيل والتقديم مباشرة إذا كان الملف جاهز لديكم بالنسبة للمقابلات يعني هناك عدة خطوات تمر بها المشاركة بعد أن تقومون بإرسال ملفات المشاركة يكون هناك تقييم مكتبي أو فرز مبدئي للتأكد من استفاء المتطلبات وشروط المشاركة وغير ذلك ومن ثم يتم إرسال المشاركات إلى لجانب تقييم تقوم فرق التقييم بعمل التقييم وتتم بعداد مخرجات التقييم الأولية والقوائم المختصرة ويتم التواصل مع المشاركات التي سيتم مقابلتها من قبل لجانب التقييم تتم عملية المقابلة ويتم تحديث نتائج أو مخرجات عملية التقييم لاحقا نقطة مهمة أنه بمجرد التقديم لا يكون هناك إمكانية مباشرة لإضافة معلومات ولكن في بعض الأحيان قد تطلب لجنة التقييم أو فريق التقييم قد يطلب معلومات إضافية حول النقطة معينة فسيكون لديكنا وقت لمشاركة هذه المعلومات سيتم إبلاغ الفائزات قبل خمسة أيام من موعد حفل التتويج أو حفل التكريم وطبعا هناك تغطية أعلامية شاملة في فئات متعددة تقوم بها مجموعة دبيل الجودة وسيكون لها الحق طبعا لإبراز الفائزات والإضاءة عليهم وعلى إنجازاتهم وأيضا هناك طبعا بعد عملية المقابلات وانتهاء أعمال التقييم يتم مشاركة المخرجات مع اللجنة اللجنة العليا أو مع الجوري الخاص بالجائزة فأيضا بمجرد لجنة التحكيم أن تقوم باعتماد النتائج فهذه النتائج تصبح نهائية وغير قابلة للنقض أو للأعطراض أو للتغيير لاحقا أيضا maybe this point is important so I can also share it in English once you apply for the award you will not have another chance to add more information to your application however if the assessment team meet the applicant they may ask for additional information for specific information related to your application document and in this scenario in this case you will have time to provide the requested information so I think it's important to highlight this point this is a matter of fact موضوع ورشتنا اليوم طبعا أتمنى أن نكون وفقت باختزال المعلومات المطلوبة ومشاركة يعني معلومات ذات قيمة مضافة لكنا طبعا التواصل دائما متاح الجميع متاح فريق العمل متاح أستاذ دعاء موجودة أيضا في المكتب تفاصيل التواصل وأيضا الفريق كامل أستاذة سميرة أيضا دائما موجودة وحاضرة وجاهزة للدعم والتوجيه عندما يلزم المساحة لكم إذا كان هناك أي استفسار أي سؤال فسأكون أكثر من سعيد لإجابته شكرا جزيلا على الشرح الوافي والكافي بصراحة حق الجائزة والمعايير والفئات شكرا جزيلا لك مثل ما تفضلت الحين احنا بنفتح الباب حق الQ&A والأسئلة طبعا وصلنا تقريبا 11 سؤال Distinguished guests thank you very much for attending the session and for your patients the sincere thanks to Dr. Russell for his comprehensive explanation to the Emirates Women Award including the categories and the eligibility criteria we shall now open the floor for the Q&A we've received around 11 questions here on the portal Dua if you could kindly take up the Q&A شكرا أستاذة Samira شكرا Dr. Russell thank you so much for today we're gonna start the questions the first question received from السحر سؤال أول وصلنا من الأستاذة سحر بتسأل عن ماذا إمكانية مشاركة الوسطقى or تفاصيل الوسطقى will the details of the scoring be shared okay actually we as I mentioned in the workshop we we provide a feedback report a technical feedback report a feedback report it contains the major things and areas for improvement for each one of the criteria for the scores it comes in bands so you will not get the exact score for each of the criteria but you will get a band that you score that much in this in criterion 1 band from 2 in criterion 2 from 2 so you will not get the exact score but you will get it in a band or in a range okay thank you doctor the second question received is about the number of the pages or the slides inside the submission file the first question asks should the evidence and pictures only be as per the pages provided in the template or can we add more the question asks it's already decided that the maximum number of evidences that can be attached to the application document is for evidences so in the individual categories and in the organizational categories you have eight eight attachments per per criterion and to me it's really more than enough why because you can optimize the use of the of the four four attachments so for example if you have a list of certificates instead of attaching each certificate one by one one by one if you have 20 certificates you need 20 pages and of course this will not be possible so what you do you can have a list of 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 the certificates in one page as one attachment with the hyperlinks so you can you can you can save it or upload it to to any shared space so you have a table with the with the hyperlinks so the assessors can access it if they want so this is a smart way and efficient way to utilize the four attachments so if you if you follow this approach I believe you will you will not get shortage of space when it comes to adding attachments to your application thank you doctor the next question is about how many winners will be selected per category how many winners per category is this we decide this cycle by cycle so in during the discussion with the jury and discussion with the award office and with the award custodians so and this is very much based on the number of applicants and the score awarded the final score awarded to in each in each category so for example if we have the leadership category a big number of applicants and we see that number one and two and three ranked very close to each other and the assessment outcome convinced the jury so in this case we may announce for two winners if not we may announce for one winner so there is no a fixed rule there is no a rule of thumb in this so it's very much based on the of the logistics and the condition of each category then in order to say what the score will be in each of the number of the score the score between the and the the after the last the end just بس ننوه إجابة السؤال السابق عن الأدلة باختصار شديد باللغة العربية إن عدد الأدلة المطلوبة للفئة الفردية المفروض إنها ما تتجاوزش عن أربع أدلة والمؤسسية الفئة المؤسسية عن تمانية ودكتور راسل طرح إنه ممكن بحل زكي جداً إدعاء أنا ما حبيت بس أسمحي لبس أجافعش أنا كتبت كل الإجابات المذكورة في كل المجاوبي كل السئلة وراح يشوفونها تمام انتقالاً لي السؤال التالت كان فيه سؤال تم طرحه في البداية من السيدة أو الدكتورة تمادر صالح سعيد هي من خارج دولة الإمارات بتسأل عن مدى إمكانية فتح قبول مشاركات في الفئات الفردية للسيدات العربيات من كل الدول العربية وكانت بتقترح لو كل دورتين يتم فتح هذا المجال للمشاركة بإبرازاً لأنهم بيحتاجوا منصة زي منصة جهزة الإمارات للسيدات أنها تبرز إنجازاتهم ونوهت أن هي بتعمل فيه منصة تطوعية قائمة على زيادة الوعي للأفراد أو للمجتمع ودعم النساء في مجال التكنولوجيا والجودة في العالم العربي فهل في مدى إمكانية لذلك؟ تسمحي لي أخذ هذا السؤال دعاء أجاوب عليه؟ طبعاً إن شاء الله إحنا في خطة توسعاتنا الاستراتيجية إننا نتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي وفي الوطن العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهذا إن شاء الله الأقتراح سيتم دراسته وطرح إن شاء الله قريباً يعني في الدورات القادمة بس أكيد إن شاء الله رح يكون موجود لجميع النساء العربيات بس ما نقدر نقول إنه والله رح نطرح الدورة القادمة أو الدورة اللي بعدها لأنه لازم لأنه طبعاً الموضوع يبغي لدراسة ويبغي لها موافقة عنها من أعضاء مجلس الإدارة بس إن شاء الله الموضوع سوف تهتم دراسته والاقتراح اقتراح جميل جداً أنا أشكر الأستاذ اللي اقترحته فإن شاء الله في الدورات القادمة إن شاء الله سيكون ذلك تمام شكراً أستاذ سميرة الحياة في سؤال من الأخت منيرة بتسأل إذا كان هناك شهادات حضور في الورشة ورشة العمل هذه يعني ورشة للمقدمين على الجائزة فما فيها شهادات حضور تمام في سؤال مواقع لدكتور قاسم هل هناك رسوم للمشاركة في فئات الجائزة؟ في رسوم طبعاً بتحب تشاركيهم دعاء أو أستاذة سميرة تفضلي أستاذ سميرة تفضلي دعاء تمام هو للتوضيح أن في رسوم للفئات الفردية مختلفة عن رسوم المشاركة في الفئة المؤسسية الفئات الفردية بيكون قيمة رسم تقديم الملف 1500 درهم أما رسوم المشاركة للمؤسسات كملف واحد فقط في الفئة الخاصة بالمنظمة اللي بتمكن المرأة فرسم التسجيل فيها يصل إلى 5000 درهم السؤال التالي بيشكر طبعاً دكتور رسل على هذا العرض المتميز وهي بتطرح سؤالها الأستاذة مونة بتقول أن هي صحبة مشروع من فئة المشاريع الصغيرة في الدائرة الاقتصادية وتجاوزت فترة إقامة هذا المشروع 8 أعوام فهل تندرج تحت فئة صحبات الأعمال؟ دكتور رسل بس عفواً دعاء إذا ممكن تعديلي النقطة السؤال موجه من الأستاذة مونة هي صحبة مشروع صغير المدة استغرقتها لتأسيس هذا المشروع 8 أعوام فهل يحق ليها المشاركة في فئة صحبات الأعمال؟ بس نعرف بس نعرف المطلوب المطلوب هو الرخص التجارية أو الرخص المهنية فالرخصة التجارية إذا موجودة لمدة 8 سنوات فهون ممكن تشارك أما إذا كان أقل من 5 سنوات هون فيها تشارك مثل ما ذكرنا في فئة رائدات العمل على حسب طبيعة النشاط فلازم تكون أقل من 5 سنوات ولكن إذا فترة التأسيس مقبض الترخيص لا يعتبر من ضمن عمر المشروع تمام شكرا دكتور في سؤال آخر بيسأل هل هناك مجال لمشاركة الأمهات من كبار المواطنين في هذه الجائزة وهل نستطيع التقديم لهم بالإنابة عنهم لذا سميرة أيضا هدو من الأفكار الجميلة طبعا هاي فكرة جميلة جدا في الوقت الحالي إذا كانت يعني الأم من كبار المواطنين موجودة تحت فئة من الفئات الموجودة عندنا مثل فئة اللي هي رائدات الأعمال أو فئة المهنيات ممكن أننا يعني يقدمون في هالفئة بس ما عندنا فئة خاصة حاليا في كبار المواطنات إن شاء الله رح يتم دراسة هذا الأقتراح كذلك كانت اقتراح جيد جدا شكرا بس مش في هذه يعني الدورة بس إذا كانوا هم يعني مثلا موجودين يعني عندهم أعمال أو موجودين في فئة من فئات الجاهزة فحياهم الله يعني بالعكس نحن نرحب بالمشاركة فيهم نعم تستطيعون التقديم أي حد يستطيع تقديم النيابة عنهم بس طبعا التقديم يكون باسمهم والملف نفضل أن يعني يجهز من طرفهم وتقدرون أنتوا تحطونا بالنيابة عنهم upload على السystem يعني هيا فكرة جميلة أن احنا ندرس حديك تدرسي تخصيص فئة خاصة بالقمحات أكيد أكيد أمي يا فنمي بإذن الله في سؤال بيستفسر عن مدى إمكانية إرسال العرض التقديمي عن طريق البريد الإلكتروني نعم حيتم إرسال العرض مسجل حالين وبيزيع حالين على قناة اليوتيوب الخاصة بمضموعة دبي للجودة وحيتم إرسال نفس العرض مسجل لجميع المشاركين والمسجلين في هذه الورشة إن شاء الله هناك سؤال آخر هل يمكن الشرح أكثر عن الفيديو التعريفي دكتور قاسل الفيديو التعريفي هو اختياري ميزة اختيارية ممكن للمشاركة إنه تشاركنا أو تشارك لجنة التقييم فيديو عن نفسها طبعاً الفيديو يعرفنا أكثر عن طبيعة الشخص على اسلوبه في التواصل ممكن الإضاءة على بعض الإنجازات مثل يعني نبذة مختصرة عن المشاركة وهذا مش شيء جباري هو شيء اختياري فأي من الأخوات المشاركات فيهم يسجلوا فيديو لهم وشاركوه يرسلوه كلينك أو كرابط مع وثيق المشاركة ففريق التقييم رح بداية يستعرض هذا الفيديو ويتعرف أكثر على المشاركة ولكن هو ليس شرط إلزامي إجباري وإنما اختياري للراغبات بذلك شكراً دكتور في سؤال آخر بالنسبة للأدلة إذا كانت أكثر من أربع وثائق والمشاركة حابة أنها تضيف أكثر فهل يمكن إرفاق ملف باوربوينت كملحق إضافي للملف نعم ممكن مثل ما ذكرت يعني كحل إذا كان في عدد كبير من الأدلة ولكن لا بد أن الإضاءة على نقطة معينة التركيز على نقطة معينة أنه إضافة أكثر من من وثيقة في مرفق واحد يجب أن يستخدم في ممارسات ضيقة وعند الحاجة فقط يعني ما بدنا نحن نرسل لفريق التقييم عدد كبير من الوثائق غير المهمة أو المكرر فقط التركيز على الوثائق المهمة ذات الأثر على المعلومات المسكورة فإذا شاف فريق التقييم عدد كبير من الأدلة غير المترابطة أو غير المرتبطة بالمعلومات المسكورة لن يعتبرها في عملية التقييم فبالتالي ما رح يكون إلى فائدة وحتاخد من وقت فريق التقييم في التركيز على الأمور الأخرى المهمة في وثيقة الأخت المتقدمة وشان هيك أنا نصيحتي أنه أوكي ممكن نحن عمنا أربع مرفقات نخلي في أحد المرفقات أو مرفقين أكثر من رابط أو أكثر من مرفق داخلي ولكن فقط المرفقات المهمة فالكم ليس هو الهدف ولكن إنهم تمام هناك سؤال آخر بتشكر حضرتك على المحاضرة الأستاذة خديجة وشكرا جزيلا أستاذة خديجة وسؤالها عن الموظفات هي إحدى الموظفات وعندها ثقة بالسعي للفوز إن شاء الله لكن المشكلة عندها في توصيل الفكرة أو الربط بين الأفكار حتى تصل إلى الإجابة النموذجية بشرح إنجازاتها كموظفة فهي طلبة نصيحة من حضرتك أنها عندها المشكلة في كافية التعبير عن إنجازاتها طبعا يعني فرق التقييم رح تأخذ هذا الشيء يعني الاعتبار بالنهاية أن المشاركات هما أفراد يعني سيدات المشاركات في أغلب في كل الفئات الفردية هما أفراد فبتالي مش الكل عندهم القدرة على الكتابة بالأسلوب بالأدب بالأسلوب الأدبي بالديباجر ربط بين الأفكار بطريقة أو بصنعة احترافية ولكن مش هذا المهم فرق التقييم على مستوى يعني من المهنية والاحترافية بأنهم قادرين يأخذوا المعلومة المهمة ويعطوها الدرجات المستحقة فأنا بنصحها حتى لو هي ما عندها قدرة على الكتابة بأسلوب يعني جزل وقوي ومطرابط المهم تذكر المعلومات المناسبة فقط يعني نظم المعلومات اللي عندها وتذكرهم بكل معيار من المعايير حسب عنوان المعيار أو متطلبات المعيار وأنا متأكد أن فرق التقييم رح تأخذ الموضوع بعين الاعتبار فالأسلوب مش هو اللي رح يفوز المشاركة ولكن قيمة المحتوى اللي قامت بإرساله شكرا جزيلا دكتور الحقيقة السؤال من الأستاذ الصحر هي بتسأل عن مصدرت التقييم لما سألت حضرك في البداية عن فهي كانت بتسأل لو فيه إمكانية أن ظهور الرقم الخاص بتقييم كل فئة على حدائق أو مصدرت التقييم بشكل عام ممكن يعني مبدئيا ممكن نشارك أن المعايير الفرعية الداخلية هي متساوية من حيث الأوزان 25% لكل معايير المعايير الأربعة فالإجمال التباع هيكون 100 تمام برضك سؤال من الأستاذ السهيلة هل هناك في عدد محدد للصفحات داخل ملف التقديم نعم لا مش عدد للصفحات عدد للكلمات 300 كلمة للمشاركات الفردية في كل معايير 300 كلمة و500 كلمة كحض أقصى في كل معايير لفئة المؤسسات وهذا مفصل عن المرفقات المرفقات أربعة لكل معايير بالفئات الفردية وتمانية لكل معايير بفئة المؤسسات آخر سؤال لدينا من الأخت أسما بتسأل عن المكافئات المقدمة للفائزات ستازة سميرة معنا طبعا الجائزة بنفسها جائزة الأمارات للسيدات هي تكريم لأي فائزة الفائزة طبعا بتطلع بتتكرم من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم حفظ الله الراعي الرسمي لمجموعة دبيل الجودة غير طبعا التكريم اللي بتحصل عليه من مجموعة دبيل الجودة والمعرفة والنتوركينغ اللي بتحصلها فهذه المكافئة اللي احنا نشوفها يعني أفضل مكافئة طبعا الجائزة بروحها أفضل مكافئة صحيح أتوقع أستاذة سميرة في دروع وشهادات تقدم للفائزات صحيح نعم في دروع وفي شهادات موقع من اسمه الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الله يحفظه وفي آخر دورتين الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم الله يحفظه هو بروح اللي يسلم الدروع والشهادات وحقيقة أنا لاحظت حتى التغطية الإعلامية المتميزة للفائزات نعم يعني بعد كل دورة منشوفهم كيف عم يطلعوا بوسائل الإعلام وعم تتناقلهم الأخبار كفائزات ومتميزات وبرأيي هذا شيء جدا مهم لأي مشاركة يعني نعم نعم بالتأكيد هناك سؤال آخر من الأخت أسمى من أين يتم الحصول على الاستمارة فبرقوا من الأستاذة أسمى يعني الإلكتروني لمجموعة دبي للجودة كما كتبته مدام سميرة في حضرتك عن طريق www.dqg.org وحيكون هناك صفحة خاصة بجائزة الإمارات للسيدات تشمل كافة البيانات والمعلومات حتى الملفات اللي مطلوب تحملها تقدروا تحملوها من الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة أو الخاص بمجموعة دبي للجودة وكما ذكر دكتور راسل في بداية الندوة أن الموقع القديم للجائزة وهو www.ewa.ae ما زال يعمل حيخدكم مباشرة على الصفحة الخاصة بالجائزة أعتقد أننا استوفينا جميع الأسئلة سؤال الأخير من الأختم تسأل كم سنة يتم استعراض الإنجازات الخاصة بها هل يتم ذكر فقط آخر ثلاث سنوات لأن السؤال الحياة سألت كثير عليه من الأخوة المشاركات ولا ممكن أن هما يستعرضوا إنجازاتهم على مدار العشر سنوات السابقة بس الأختم كانت تسأل اعتقد إذا أنا مش غلطانة كانت تسأل على فئة الانتربرنور على فئة رائدات العمال على ما اعتقد هي كتبة عن كم سنة تعرض الإنجازات وعند حدد نوعية الفئة نعم طبعا في قاعدة أساسية أنه لابد من ذكر إنجازات لثلاث سنوات هذا إلزام يعني مطلوب الأستاذة قالت نعم يعني أكدت على هيد لفئة الأعمال نعم فالثلاث سنوات لجميع الفئات المنموم اللي لازم ينذكر بعدين لكل فئة حسب طبيعتها يعني مثلا في فئة سيدات الأعمال المطلوب أنه يكون في رخصة تجارية أو العمل قائم بالمشروع لأكثر من خمس سنوات فهون نتوقع يكون في نتائج لخمس سنوات لأنه منموم هم موجودين لخمس سنوات بالنسبة مثلا لفئات الانتربرونورز أو فئات رائدات الأعمال يجب أن لا تتجاوز لا يتجاوز عمر المشروع أو المؤسسة الناشئة خمس سنوات فهون نحن نتكلم عن منموم ثلاث سنوات أو حسب عمر المنشأ ممكن المنشأ إلى سنتين فالنتائج المتوفرة هي إلى سنتين فبالتالي حسب كل حالة بيتم ذكر النتائج إذا أي مؤسسة أو أخت عندها خبرة أكثر من ثلاث سنوات لازم كحد أدنى ثلاث سنوات بالنسبة لسيدات الأعمال نتوقع خمس سنوات لأنه الحد الأدنى لمدة المشروع هي خمس سنوات بالفئات الأخرى طبعا تختلف بفئات الموظفات على حسب عدد سنوات الخبرة منموم ثلاث سنوات ولكن في بعض الفئات ما فيها شرط خبرة يعني مثلا فئة الموظفة المتميزة الشاب ما لازم تكون أقل من ثلاث سنوات وممكن أن يكون عندها سنتين خبرة ففي هذه الحالة هي لما بتذكر أنه أنا عندي سنتين وبتحط نتائج لسنتين فهذا الأمر يؤخذ به من قبل فريق التقييم لأنه بيعرف شايف بالوثيقة أنه هي عندها خبرة سنتين ولكن إذا عندها خبرة خمس سنوات فمنتوقع أقل شيء أن تذكر ثلاث سنوات شكرا دكتور كان في سؤال عن آخر مواد للتقديم آخر تاريخ لاستلام ملفات المشاركة هيكون بتاريخ 31 يوليو لعام 2024 وتم كتابة التاريخ والإيميل الخاص بالجائزة للتواصل تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الإيميل الخاص به دعاء.عفيفي adqg.org بنشكركم على حضوركم اليوم وتواجدكم معنا بنشكر دكتور راسل على وقت الثامن اللي شاركنا به شكرا أستاذ سميرة على حضور حضرتكم ومشاركتكم إجابات الحضور من السيدات الأفاضل ونراكم على خير إن شاء الله وفي انتظار ملفات المشاركة وفي حال الاستفسار كما ذكرت أمامكم على الشاشة رقم الهاتف والإيميل وإحنا في انتظار سمع أسئلتكم واستفساراتكم وإن شاء الله حيتم إرسال هذا التسجيل لجميع الحضور المشاركين معنا بإذن الله شكرا دكتور راسل شكرا أستاذ سميرة شكرا لجبعاء شكرا دكتور راسل شكرا جزيلا مع السلامة الله يحفظكم شكرا مع السلامة مع السلامة شكرا للمشاهدة